بعض الزوالة للنقاش على الأقل نتوقف في القضية هذه بالذات غازي الشواشي ثم الجدل على مسألة أن القاضي خرج في إجازة مرضية والجدل الثاني حول الفصل 54 نفسه اللي بيموج بتم إحالة غازي الشواشي على التحقيق أصوات عديدة تنادي بغل إلغاء أو تعديل وتساؤلات من تكل إليه هاته المهمة هل هو رئيس الدولة بحكم أن الجهة التي صدرت عنها هذا المرسوم وعنده صلاحية هو نفسه في تعديله أو إلغاءه أو تحديث تغييرات تعليق أو أنه اليوم نحكي عنه برلمان هل أنه يمشي زادة للبرلمان كل هذه المرسوم لا تتحول إلى نصوص قوانين سرية المفعول وبعطه نجي حتى لمسألة الطعن في مدى دستورية هذه القوانين وعدم وجود المحكمة الدستورية ما دي ما نعكي فيش تبعت النقاش هذي اليوم شوف أنا النقاش هذي ساعة نقولته من منطلق معناه نظرة الناس اللي تعرضت للمرسوم عدد درابة وخمسين هنا رأي وقت بش نتناوله موضوع من رسوم عدد درابة وخمسين يجبنا نفصله أولا ساعة بين حرية الرأي والتعبير ليه مكفولة بالدستور سواء النزل القديم ولا الجديد معناه هذا بالنقاش فيه وبين المغالطات وبث الإشاعات والأكاذيب خاطر هات نوصفه الوضع عشان اللي صار سيد غازي شواشي في تصريح نأخذ معناه لأنه نكون واضحين سيد غازي شواشي صرحها وقتها قال أنه عنده معلومة مؤكدة وأكيدة وأنه ريس الحكومة استقالت وعديد الوزراء استقالوا وأنه رأوا فم وزراء معاشي صحه حتى على القرارات وغيره كذا وزيد أكدها في برنامج إذاعي آخر به هذا يعتبر أكاذيب ومغالطات ما هو حرية رأي وتعبير هو مجلس قد أداء عمل الحكومة أو سير عمل طريقة تسير رئيس الحكومة للمعناه الدولي بالدولة لا هو جاء أعطاه معلومة غالطة من شأنها وأنها توعدت للسير الطبيعي لأجهزة الدولة لأنه معلومة خطيرة جدا رأوا يزمن ذكروا الظرف الدقيق والحساس اللي تقال في وقت والمعلومة وقت مزنة في وضع انتقالي ووضع معناه دقيق جدا وحساس وجاء أعطاه معلومة من شأنها وأنه أنت مستصفه الأمن العام وتعطل سير دولي بالدولة لأنه حتى الإطارات الإدارية كي يسمع معلومة من هذه أكيد سيعطل معناها عديد المصالح في داخل وزارة وبالتالي هذا يعتبر معناها خطأ من نجم قويم وحجم الخطأ كبير صغير هذا يقعد معناها حسب تكيف القاضي هو نجم لكن نتفق جميعا وأنه من الخطأ وخاصة أنه سيد غاز الشواشي اكتوا بنار هذه الإشعات والمغالطات وقت اللي كان هو مسؤول حكومي وقت اللي بثت إشاعة معناها فساد معناها تهمة فساد على سيد الاسفخ فيخ اللي كان رئيس حكومة وقته وكان عضو فيها ووقتها استقالت الحكومة بسبب معناها إشاعة كاذبة وغير ما معناها وهو نفسه نهار 18 نوفمبر 2020 تقدم بقاضية ضد أحد الأطراف التي قال وقته في تدوينها واضحة قال أنها معناها من أجل كذب والثلب وبث الإشاعة وغيره في شخصه وبالتالي هو يعلم جيدا إذا تكون أنت قيادي ومسؤول حكومي سابق وكلمك رغم محمول على الجسد الجدية والصدق فبالتالي يجب أن تتحمل مسؤولية كلمك يعني هنا رغمه وهو أيضا طرف معارض عنده أيضا حرية التعبير حرية التعبير نهوش حرية أعطاء المعطيات الغالثة ترجمة نانسي قنقر